لو دخلت على سوشال ميديا مبدئيا من مبارح للنهاردة هتلاقي الناس كلها بتتكلم عن مربوحة طبعا مربوحة دي مرات الكبير قوي ومبارح كانت مربوحة تريند السوشال ميديا والحد النهاردة وده طبعا يعني احنا عارفين الفنانة رحمة احمد اللي نجحت وقدرت ان الناس تشد الناس كذا مرة الحقيقة في اكتر من حلقة مربوحة مرات الكبير الجديدة وطبعا بعد ليلة الفرح بقى وشفناها والمشاهد ومن هنا طلعوا عليها هشتاجات اولا عملوا هشتاج المرأة الكهربائية المثيرة والدبدوب التايجر وشخصية الممردة تفاصيل كتيرة كوميدية خلت الناس كلها تحب رحمة وتعتبرها نجمة الاسبوع الاول من رمضان خلينا كده نعرف اكتر من الفنانة الشابة رحمة احمد ونشوف ايه الحكاية دي ونحييها على كمية الكوميديا اللي بتقدمها كل يوم مع الفنان الكبير احمد ميكي رحمة مساء الخير مساء الفل ازاك يا السادة ايوة انت عارفة يعني مجرد ما قلت كده حتدحكيني يعني حاسة انك هتعملي حاجة كده على الهوة اولا انا عايت اعرف يا رحمة ازاي تم اللقاء بينك وبين الفنان احمد ميكي والاختيار للعمل ده والله او اللي انا عرفوا ان انا اترشحت من كذا حد لأستاذ احمد جندي واستاذ احمد ميكي وهما جم نوروني في مصرحية كنت بقدمها على مصرح الهناجر في الاوبرا اسمها ديجافو فهما جم نوروني الحقيقة وحضروا في المصرحية وبعد كده عملنا ميتين كده يعني تم وقع الاختيار عليها طيب يعني كنتش متوقعة ان ممكن يتم الاختيار يعني انه الناس تختاري انه هما يختاروكي في دور زي ده لان ده طبعا دور مهم جدا يعني صدقيني انا ما كنتش اعرف يعني انا ما كنتش اعرف اصلا انه هما بيدوروا على الحد دي حاجة انا ما عرفوش وما كنتش اعرف اصلا انه هو ما كنتش اعرف كمان انه هما جايين عشان خطر كده بس هي دي الفكرة اه كمان فده بالنسبة لك عموان كان اريح انك بتعملي العمل اللي انتي بتعمليه براحتك يعني طيب اه اكيد انا دلوقتي معي الاهم ليكي معي مشهد بتاع الفرح انتي والكبير وهنا انتي في المشهد ده يعني عاملة بقى ايه المرأة الكهربائية يعني المشهد ده خد تصوير قد ايه اه مش عارفة حوالي يوم ونص تقريبا اه يوم ونص الايه يا فندم يعني اخد تقريبا يوم ونص على بال ما اه المشهد كله بتاع اللي هو مبعد الفرح ده يعني كان وكان لطيف يعني جدا كواليسه كان لطيفة وكان احنا كنا مبسوطين كمان وهم وحنا بنعمله على قد ما كان متعب عشان التغييرات الكتير بتاعة اللطوم بتاعة المربوحة والحاجات دي كلها بس الحمد لله رب العالمين يعني رد فعل الناس بيخلي الواحد يحس بقيم التعب والحمد لله رب العالمين احساسك وانت قدام فنان كبير زي احمد ميكي برصيد ستة اجزاء انت في الجزء السادس دي برضو مسؤولية كبيرة طبعا اكيد بس هو كان حد لطيف جدا انسان لطيف جدا وفنان كبير كان دايما سابورتف يعني وكان دايما لما بيلاقيني اقلق كان بيتمني بشكل كبير يوجهني كمان يزيني نصايح يقولي اذكر منين الحاجات دي كلها كانت مهمة جدا يعني هو بصراحة انسان عظيم مكسب فني وشخصي لأي حد طبعا نجم كبير طب راح ما اقولي لي عشان مشاهد بتاعتك كلها كوميديا يعني يعني انا بتصور ان الكوميديا لما تتعاد مثلا كذا مرة بيبقى صعب ان انت تعيدي الافيه يعني ممكن الدراما تتعاد مشهد عادي يتعاد لكن الكوميديا والضحكة تعاد ما بيروحش الاحساس ولا ده بقى التدريب هو بالتدريب يعني بتاع الواحد يعني محتاجة بس سنس بس شوية انه ارايح امتى للافيه اعيده ازاي هل اعيده بنفس الاداء اللي انا قلت قبل كده ولا في حاجة احسن كده يعني الحاجات دي كلها بتفرق يعني المشهد اللي على الشاشة ده اللي هو انت معاك البرنيتة الحمرة دي ومعاك الحاجات ده المشهد ده اكيد كواليسه يعني يكلميني على الكواليس لفسها بقى والمخرج احمد الجندي والناس احساسهم بك كان عامل ازاي لانه هم اول مشاهدين ليك والله يبص هو يعني استاذ احمد الجندي طبعا يعني ما يتخيرش عن استاذ ميكيه اللي الاتنين قلتص من بعض استاذ احمد الجندي كان دايما برضو بشكل كبير وعنده سنس كوميدي كبير قوي وبيعرف يوجه الشخص اللي قدامه ازاي يعرف يطلع كوميديا من اي كاركتر قدامه دي ميزة استاذ احمد الجندي عشان كده هو متميز بشكل كبير قوي وبيعرف يعمل ده قوي في الكبير بالذات لانه هو كان مخرج كذا جزء قبل كده فدي حاجة كانت لطيفة يعني انا كان ربنا بيحبني ان انا وقعت في استاذ زي احمد الجندي يعني حاجة لطيفة جدا طب قوليني رحمة يعني انتي طبعا فنانة شابة ولسه بتقدمي الباصمة بتاعتك الكبير قوي كمان يمكن يعني كان فيه الفنانة الجميلة والفنانة الموهوبة جدا طبعا دنيا سامير غانم ويمكن نجاح كبير للكبير قوي كان هدية في الكبير قوي الناس بتقارن على السوشال ميديا وانا شفت الكاتبة بوست بتقولي بتشكري الناس وبتقولي ارجوكم بلاش مقارنة مع الفنانة دنيا سامير غانم دي فنانة كبيرة وكذا يعني المقارنة دي بتضايقك شوية خالص يا ده انا ليه يا الشرف انا ما كنتش هتخالف يوم الايام ان انا بقارن بحد زومة وهيبة ونجم سوبرستار زي استاذة دنيا يعني دي حاجة عظيمة جدا بالنسبة لي بالفكرة كلها الناس بتقارن في حاجة مش موجودة اطلا يعني مش مكان هدية مش حد زي هدية او حد بيكمل مسيرة هدية لا فالس ده كاركتر مختلف وده كاركتر مختلف تاني مع الاحتفاظ طبعا بكل الفقر والاعتزاز ان انا اتحط في مقارنة ما بيني وما بينها يعني دي حاجة عظيمة جدا بالنسبة لي اه والناس كمان قرنت بين الفرح الكبير وفرح ثانية ثانية اه مظبوط بالزبط يعني الناس قعدة مركزة جدا يعني اه مظبوط مظبوط ده كتا بوس دحكني جدا بصراحة انا اصلا بحب فرح ثانية فكل حاجة تيجي في التاريخ مع فرح ثانية دي حاجة انا هحكيها لولادي يعني طيب قولنا احنا كده تقريبا يعني الاسبوع الاول من رمضان يعني خلاص بينتهي بكرة الجمعة فانتي كده الاسبوع الاول عدى وفيه نجاح لي احساسك ايه بعد مرور الاسبوع الاول على فكرة صورتك من وره هي على الشيشة احساسك ايه بالاسبوع الاول اه والله انا بدت حتى بالشكر واللي امتنين لربنا ان هو ان هو عوض تعدي خير يعني في الحاجة اللي انا قدمتها ومفصوطة طبعا من رب بفعل ان دي حاجة يعني احنا اصلا بنعمل ده عشان فاطر الناس بكون رد الفعلي يكون حاجة زي كده دي حاجة يعني كبيرة جدا بالنسبة لي ألف الحمد وشكر لله يعني الحمد للناس طب قوليلي يعني عادة يعني يعني مع ازاعة الحلقات الاولى بيبقى انتوا لسه لسه بتشتغلوا مش كده لسه ما خلصتوش اه لسه اه لسه مشغلين تصوير مع الحلقات الاولى بيبقى بقى المخرج والفنان احمد ميكي والناس دول ليهم انتوا بعد تاني رغم ان هما شايفينك ومصورين ما بيبقى احساس تاني بيبقى نجاح تاني ايه اللي تقلق بعد بقى انتوا بعد الناس كتابات السوشال ميديا الهاشتاجات كل الحاجات دي مش عارفة صدقيني يعني انا لسه حد دلوقتي ما قابلتهمش بس يعني الرياكشن انا باخده من الناس اكتر هما طبعا متأكيد متحمسين لان ده برضو شغلهم بطريقة يعني اساسية يعني بس انا يعني 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 يرد فعل الناس كمان يعني بيطمن شوية انه ممكن اه انا تمام انا مشي على الطريق الصح انا تمام حقاقت المفروض يتحقق في الحتة الفلانية فبس يعني هو عموما يعني يعني الوجود جوه الكبير هو هو نجاح هو نجاح اكيد ونتمنى ان شاء الله انه الاسابيع اللي جاية ان شاء الله بقى الحلقات تعجب الناس نتكلم فيها بقى في وزوان كريم يا رب على كل الناس اكيد انا بشكرك جدا في اي اعمال هتبقى موجودة بعد انتهاء الكبير ولا لسه الله اعلم ان شاء الله ان شاء الله يبقى فيه كل حاجة حلوة ويسيبك بقى ويسيبك تدوخي في الكبير زي ما انت عايز بشكرك جدا الفنانة اشكرك يا سبت اشكرك اشكرك الفنانة الشابة رحمة احمد بشكرك جدا طبعا يعني بجد الكبير وجوده في الدراما لانه السنة دي احنا عندنا موضوعات كتيرة موضوعات كمان اجتماعية موضوعات وثائقية تاريخية سياسية حاجات كتير فاحنا محتاجين برضو للمسحة زي ما بيقولوا والكوميديا والحالة الحلوة اللي موجودة في الكبير عاملة للناس كمان شوية نوستالجيا الزمان يعني الكبير طبعا بقاله سنين ده الجزء السادس وفي نفس الوقت عاملة كده راحة الناس بتحب برضو تشوف اعمال كوميديا جميلة بتخفف عن باقي اليوم كله اشتركوا في القناة